حاليا دلوقتي وانا مع حضراتكم حادثة تانية حادثة اطلاق نار في الولايات المتحدة الامريكية وكنت طلبة بس من زمالي ان احنا نشوف الامر ده وصل لايه الشرطة الامريكية اعلنت مقتل واصابة 53 شخص في اطلاق نار في احدى المدارس في فلوريدا الحقيقة يعني الامر ده يا جماعة بيتكرر بشكل كبير الفترة اللي فاتت وللأسف يعني النزام بقول لحضراتكم انه يعني الاخبار اللي بتقول هنا يعني خبر مش قادر افتحه بالزبط يعني ولكن طيب اطلاق النار ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة ما لا يكل عن 50 اخرين والاطلاق الاطلاق النار وقع في مدرسة بولاية فلوريدا الامريكية اطلاق نار وقع في مدرسة بولاية فلوريدا الامريكية كان فيه تصريح لدونالد ترامب منذ قليل بيقول فيه بكاتب على التغريدة على تويتر معرفش برضو هل التغريدة دي زميلي جابه لنا ولا لا كان بيقول انه بيعزي كان بيقدم العزاء لأسرة لأسرة الضحايا وكان برضو في بعض الاخبار اللي كانت جايبة بالشرطة القت القبض على مطلق النار بمدرسة فلوريدا الذي هاجم طلاب مدرسة استونمن دوجلس السنوية في منطقة باركلاند بولاية فلوريدا وتسبب في اصابة ما لا يكله عن عشرين شخص وفقا لشهود عيان مطلق النار هو طالب مضطرب سلوكيا ليس من المؤكد حتى الان اذا كان يعني الدوافع يعني وفي نفس الوقت الرئيس الامريكي علق على الحادث قائلا انه لا يجب ان يشعر اي شخص سواء كان طالب او معلم بالخطر وهو داخل المدارس الامريكية غرد دونالد ترامب على تغريدة على موقع تويتر وقدم تعازية ودعواتي لعائلات الضحايا حادث فلوريدا لا يوجد طفل او معلم يجب ان يشعر بعدم الامان في المدارس الامريكية كل ما بتحصل يا جماعة موضوع اطلاق نار بيطلع على السطح موضوع ترخيص الاسلحة والصراع اللي ما بين الجمهورين والديمقراطيين في حيازة الاسلحة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وانه فعلا اطلاق النار ده بيتقرر بشكل كبير وانا كان عندي كمان في الفايل اعتقد كان فيه برضو اطلاق نار في مكان اخر هحاول اشوفوا لحضراتكم كان تقريبا امبارح خليني برضو معلش لانه احنا كنا مأجلين شوية موضوعات اخبار امريكا ولكن يعني هذا الحادث يعني دلوقتي خلاني احاول اجيب لحضراتكم الموضوع اللي هو بالنسبة ليه وقعت اطلاق نار اهي كانت على مقر وكالة الامن القومي بالامس شرطة الامريكية بتحقق في حادث اطلاق نار قرب مبنى وكالة الاستخبارات الوطنية في ميريلاند نشرت وسائل الاعلام الامريكية صور لرجال الشرطة يتجمعون حول رجل مستلق على الارض ومقيد اليدين افاد التقرير اولوي اولية بان ثلاثة اشخاص اصيبوا جراء حادث اطلاق النار وقال مسؤول في خدمة انفاذ القانون ان الوضع بات تحت السيطرة وزال التهديد الامني اذا اطلاق النار كده لو شفنا هنلاقي تقريبا يعني معرفش الافاريج ممكن المتوسط مثلا حادث كل اسبوع او حادثتين يعني فمعدل كبير ويعني طبعا محاولة النهاردة من دونالد ترامب انه يهدق الطلاب ويهدق المدرسين في المدارس لانه تقررت حوادث اطلاق النيران في المدارس ممكن جدا على بال الحلقة الجاية يكون بقى فيه تقارير تجمع لكم الحاجات دي لانه ليس اول ولن يكون اخر حادث اطلاق نار في مدارس واحنا برضو في موضوع امريكا فاكرين حضراتكم كان فيه هجوم زمان بحلة اللي هو كان جاب لك حكاية انه يبقى فيه حلة بريستو اللي هي بيسموها طنجة ضغط باللغة الاحرابية يعني اللي هي حلة الضغط يعني وانه كان فيه استخدمها استخدمها ارهابي فيه انه وضع فيها متفجرات وانفجرت في تشيسلي في مانهاتن في احدى ليالي شهر سبتمبر من عام 2016 واحدثت فاجعة كبيرة وكان فيه كومبيلة تانية اكتشفوها زرعت بالقرب منها ولكن الحمد لله انها ما كانتش انفجرت هذا المتهم احمد خان رحيمي ادانت المحكمة محكمة في الولايات المتحدة الامريكية بالامس امس السلساء حكمت عليه بالسجن مدى الحياة ادانت المحكمة احمد خان رحيمي في اتهامه بتفجير قنابل صغيرة في ولايتين امريكيتين بما في ذلك تنجرت طهي بالضغط انفجرت الى شزايا اصيب تلاتين شخص بالجراح عندما انفجرت احدى قنابله في حية شلسي في منهاتن في احدى ليالي شهر سبتمبر عام 2016 وطبعا زي ما قلتلكم الحكم عليه بالمؤبد برضو من وحنا في امريكا كان فيه الكشف عن حقيقة مسحوق ابيض ارسل الى مكتب اوباما قناة فاكس 5 افادت بان هناك تحقيق تمهيدي دل على ان المسحوق اللي ارسل فيه ظرف او فيه مغلف ارسله مجهولون الى مكتب الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما في واشنطن هو مسحوق خاص بالاطفال يعني حاجة كده تصير الفزع شوية وخلاص وادفت القناة انه تم ارساله منهانج كونج ولم يكتب عليه عنوان المرسل وان احدا لم يتضرر وانه اوباما بيستأجر مكتب في مبنى صندوق العالمي للطبيعة وتم العصور على هذا الزرف في مكتب الرئيس الامريكي السابق اوباما في واشنطن وطبعا اتحركت على طول لمكان الحادث رجال الشرطة والاطفاء وطلع في النهاية الكشف التمهيدي او التحقيق التمهيدي انه هو مسحوق خاص بالاطفال برضو كان في موضوع المسحوق ده والبودرة دي كان زوجة ابن ترامب كان في مسؤولين في مدينة نيورك قالوا انه فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن وشخصائي الاخرين كانوا نقل المستشفى يوم الاثنين الماضي بعد ان فتحت فانيسا رسالة بريد تحتوي على مسحوق ابيض تبين لاحقا انه غير خطر بس وانا الواضح انه موضوع اللي هو الحروب بالبودرة دي وانه ممكن يكون حرب كيمائية ده بيصير الفزع فممكن جدا تكون اول ما فاتحت الجواب ده وشافت ده ممكن يكون اثارها الفزع وعلشان كده حولت يعني او بانك يعني اللي بيسموه اتراب نفسي وده السبب اللي خلاهم يحولوها للمستشفى لانه جالها شعور بالغسيان وده بيكون شعور نفسي يعني لنظرا لزي ما بيقولكو انه حكاية انه يكون في موضوع البودرة دي الحقيقة مازال في الولايات المتحدة الامريكية الجدل حول قانون داكا او اللي هم الحالمين او اللي هو الموضوع بتاع انه يدوا الجنسية للاطفال اللي كانوا جم من زمان مع اهليهم واللي تقال في اخر حاجة ان كان دونالد ترامب يعني حط موضوع المهاجرين دول ان هم يتعطل الاطفال دول اللي كبروا في الولايات المتحدة الامريكية ومنهم منهم في مناصب في الجيش يعني فقال لك انه ممكن ان احنا ندي للعدد كبير منهم الجنسية يعني بيتفاوض مع الديمقراطيين مقابل انه يتم تعديل في قانون الهجرة اللي فيه كذا حاجة نقطة عايز يلغيها دونالد ترامب عايز يلغي الهجرة العشوائية عايز يلغي موضوع لم الشامل اللي بيعمل سلسلة لا نهائية من انه الشخص يجيب والدته وبعدين اخواته وبعدين اخواته يجيبوا مثلا حد من اخواته زوجة حد من الولاد دول مثلا يجوي بالام والاب بتوع الزوجة التانية وهكذا بتمشي سلسلة وعايز يلغي شوية حاجات ويزبط شوية حاجات في الهجرة المهم انه الموضوع بتاع القرار المؤقت بتاعه اللي بيعطي الحق اللي بيعطي الحق لأطفال لدكا بشأن برنامج المهاجرين غير الشرعيين كان فيه قادي فدرالي في ولاية سان فرانسيسكو كان الاول في نيورك علق القرار ده علق القرار وجيه قادي تاني فدرالي تاني في سان فرانسيسكو احنا عندنا قادي في نيورك وقادي في سان فرانسيسكو علقوا قرار دونالد ترامب وكله القرارين بيحذران تارد المشاركين لكنها لا تتيح للاطفال الاخرين المهاجرين في برنامج داكا الانضمام اليه ويعني هو دلوقتي انه ماشي هو قال لك انا مش هطرد الموجودين دول ولكن انا مش عايز تاني بقى مش عايز اطفال تاني ييقو وكان بيتفاوت زي ما قلتلكم مع الديمقراطيين لو عايزين اعداد تانية من الاطفال دول لازم تمرروا الامور الخاصة بتزبيط قرارات وقوانين الهجرة الاخرى وسائل اعلام الامريكية افادت بان وزير العدل الامريكي استأنفت القرار المحكمة حول تعليق البرنامج انه توقع ان تبحث المحكمة العليا هذا الاستهناف الاسبوع القادم يعني مشكلة داكا لسه موجودة برضو افكركم ان هي كانت مرتبطة بموضوع تاني اللي هو موضوع ميزانية الحكومة وكان فيه مرة واحدة كده سمعتوا حضراتكم عن موضوع ان الحكومة الامريكية اغلقت يعني اغلاق الحكومة الامريكية وبالفعل حصل الاغلاق ده كام يوم لغاية ما زبطوا الدنيا وعملوا ميزانية مؤقتة وبعدين جي من كام يوم برضو انقذوا الحكومة من ان هي تغلق مرة اخرى بسبب موضوع الميزانية وكانوا في النهاية مرروا الميزانية في الكونجرس فالموضوع كان دلوقتي فصلوا الموضوع ده ودونالد ترامب بيحاول ان هو يعمل مقايدة بالنسبة ما بين داكا يعني وتمرير بعض قوانين الهجرة اللي عايز يلغيها فيه برضو كان خبر بيقول ان دونالد ترامب تبرع براتب ثلاث شهور لتجديد البنية التحتية تبرع براتب اخر ثلاث شهور من 2017 اي ما يقدر بمئة الف دولار تبرع بهم دونالد ترامب لصالح وزارة النقل للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في هذا القطع قطع النقل ويسارة ساندرز كانت قالت ان الرئيس يشعر بالفخر للتبرع براتبه خلال الربع الاخير من 2017 لدعم برنامج وزارة النقل وكان دونالد ترامب قطع عهد خلال الحملة الانتخابية 2016 بانه اذا فازه سيتبرع براتبه الرئاسي بما يقدر بربعمائة الف دولار خالية من الدرائب سنويا وفيه برضو يعني كان زي ما بقول لكم برضو قبل كده كان بيقولوا ان هو تبرع لوزارة التربية والتعليم يعني بالفعل خلال الربع الاول تبرع من راتبه الربع الاول للجهاز الوطني للحضائق في الربع التاني لوزارة التعليم في الربع التالت لوزارة الصحة والربع الرابع للنقل وبالتالي طبعا دي حاجة جميلة كما وعدة بالموضوع التبرع وايضا بموضوع البنية التحتية فيه برضو الرئيس الامريكي بحث مع وزارة الخزانة عفوا وزير الخزانة ستيف مانشن العقوبات الجديدة ضد روسيا ورحب الرئيس الامريكي بفردها مانشن قال انه فيه الميزانية قدام دلوقتي المجلس الشيوخ قال ان انت قدمت بتقرير للرئيس حول عملية فرض العقوبات ورحب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا والفوض المسئولية ليه هو اللي هو رئيس الخزانة رئيس مكتب الخزانة وزير الخزانة عفوا ووزير المالية بانه المسئولية بفرض العقوبات على روسيا وزارة المالية الامريكية كانت نشرت فيه في بداية فبراير الجاري قائمة الكريملين بتضم جميع ممثلي القيادة الروسية تقريبا بالاضافة لكبر جيل الاعمال يبلغ اجمالي عددهم 200 شخص اللي هما كان قالوا انه هيبقى فيه فرض عقوبات برضو لسه مازال موضوع كوريا الشمالية والمخابرات الامريكية بتقول حان الوقت للرد على تهديد كوريا الشمالية